السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم طلاب شركة أفاق التعليمية في درس جديد من دروس مادة الحاسب الآلي درسنا اليوم بعنوان ألعاب الحاسب سوف نتعرف في هذا الدرس على مفهوم ألعاب الحاسب وأنواع ألعاب الحاسب وسوف نتعرف أيضاً على الآثار الإيجابية والسلبية المترتبة على استخدام ألعاب الحاسوب طبعاً زي ما أنتم عارفين أن ألعاب الحاسب أصبحت لها مجال كبير جداً في المجتمع والكبير والصغير يحب ألعاب الحاسب ولكن هناك ألعاب تناسب الأعمار المختلفة فهناك ألعاب تناسب الكبير وهناك ألعاب تناسب الصغير وهذه الألعاب لها مميزاتها ولها أضرار هنتعلم اليوم ألعاب الحاسب هي عبارة عن تعريف ألعاب الحاسب هي عبارة عن برامج حاسوبية يمارس فيها اللاعب في بيئة تفاعلية جذابة على جهاز الحاسب أو الأجهزة الذكية باستخدام اللمس أو لوحة المفاتيح أو الفقرة أو عصى التحكم زي ما أنتم شايفين كده عندي أمثلة لأجهزة الألعاب في مثلاً عندي أجهزة زي مثلاً البلستيشن بإصداراته في عندي أجهزة زي السوني في عندي ممكن تستخدم جهاز الحاسب نفسه تلعب عليه ممكن تستخدم جهاز الآيباد أو الجوال تلعب عليه أنواع ألعاب الحاسب أنواع ألعاب الحاسب تتنوع ألعاب الحاسب بتنوع طريقة وأسلوب اللعب والهدف منها فألاحظ أن في عندي ألعاب تعليمية ألعاب تعليمية أول نوع من ألعاب الحاسب الألعاب التعليمية وهي نوع من الألعاب بتعتمد على أسلوب التعلم من خلال اللعب وتهدف إلى تعليم مادة أو تطوير مهارات أو غرص قيم بطريقة مشوقة وممتعة يبقى الألعاب التعليمية إننا بجيب لعبة للطفل هذه اللعبة مثلا تعليم الحروف الهجائية يتعلم ويلعب في نفس الوقت عندي تاني شيء ألعاب المحكاة ألعاب المحكاة مثلا هي ألعاب تتيح للعب أن يعيش في بيئة خيالية تبدق الواقع طبعا دي ألعاب جميلة جدا التي هي ألعاب المحكاة مثل ألعاب التحكم بقيادة الطائرات والسيارات وألعاب محكاة البناء والإدارة والتي يقوم فيها اللاعب بعملية البناء والتوسعة في بيئة خيالية بالموارد المتوفرة لديه ثالثا الألعاب الترفيهية في هذا النوع من الألعاب يقوم اللاعب بتقمص دور شخصية بتحاول الوصول إلى هدف ما هذه الألعاب هي أكثر أنواع الألعاب الموجودة في عالم الكمبيوتر يبقى في هذا النوع من الألعاب يقوم اللاعب بتقمص دور شخصية بتحاول الوصول إلى هدف محدد بأدوات معينة في جو من المتعة والترفيه من أمثلتها ألعاب الرياضياء الرياضات المختلفة والمغامرات وجميعها تعتمد على الإثارة والتحدي وتشد اللاعب من بداية اللعبة إلى نهايتها ليحقق الهدف المنشود ثم نأتي بعد ذلك إلى الأثار الإيجابية والسلبية المترتبة على استخدام ألعاب الحاسم طبعا زي أي شيء كله كل شيء بكله مميزات وعيوب طيب تعال مع بعض كده نشوف إيه هي الأثار الإيجابية التي يكتسبها اللاعب من جراء الألعاب أولا يكتسب المعارف والتحفيز على المعرفة ثانيا التسلية والترويح عن النفس في وقت الفراغ ثالثا تنمية المهارات الزهنية مثل المهارات الإبداعية وحل المسائل والربط والتحليل ووضع الاستراتيجيات كما في الألعاب التعليمية تنمية قوت الملاحظة البصرية وسرعة الاستجابة بالحركة المناسبة مثل ما يحدث في الألعاب الترفيهية اكتسب معرفة أكثر بالحاسب كآلة وكنظام وسهول التعامل أيضا عندما يلعب الطفل أو الشخص أو الطالب على الحاسب يكتسب معرفة أكثر بالحاسب من خلال الألعاب ثم نأتي لي ثانيا الأثار السلبية لبعض الألعاب وليست كل الألعاب تعمل بعض الألعاب على الترويج لأفكار تخالف العقيدة والتعليم والأخلاق النبيلة طبعا يا أبنائي الألعاب اللي بتكون بالطريقة دية على طول لازم ما نلعبهاش ونحزف هذه اللعبة ونقاطع هذه اللعبة اللي بيكون فيها مخالفة لعقيدتنا وتعالمنا وأخلاقنا النبيلة بتكسب بعض الألعاب العنف والألفاظ غير لائقة بعض الألعاب تكسب الطفل عنف وألفاظ غير لائقة بتسبب أضرار صحية متعددة مثل زيادة معدلات السمنة وألام العمود الفقري وضعف النظر بتتسبب في أضرار اجتماعية كبيرة حيث تعمل على زيادة عزلة اللاعب عن مجتمعه وأسرته أيضا تتسبب في أثار عامة كالإدمان على الألعاب والتشتت وعدم التركيز وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات في التعلم والتأخر الدرس وإلى هنا نكون قد انتهينا من درس ألعاب الحاسب وعلى وعد بلقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة